هجوم واختطاف وترويع ساحتهم البنك المركزي اليمني في عدن في مساء الخميس وفي ساعة ذروة عمل البنك نهاية الأسبوع ومع قرب انتهاء العام المالي الحالي تفاجأ موظفه المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن بقوات أمنية تابعة لإدارة أمن المحافظة تهاجم المقر القوات المهاجمة التي جاءت على متن عشرات السيارات ومدرعتين بقيادة مدير مكتب شرطة عدن العقيد عبدالدائم قامت باعتقال مدير الموازنة في وزارة الداخلية العقيد ناف الحميد الذي كان يقوم بمراجعة البنك حول رواتب منتسبي وزارة الداخلية قبل أن تأخذه هذه القوات إلى مكان غير معلوم عملية جاءت بعد أسبوع فقط من تعرض العقيد الحميد لمحاولة منع استكمال إجراءة سحب مرتبات وزارة الداخلية قام بها العقيد عبدالناصر صبيرة الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وتزامنت كذلك مع اتهامات صادرة عن وزارة الداخلية للجهات في البنك المركزي اليمني بعرقلة صرف رواتب منتسبيها عبر عدم اعتماد الختم الجديد للوزارة الذي سبق وأن اعتمد البنك استمارات صرف وشيكات تخص مرتبات الشهرين الماضيين ممهورة بذات الختم وزارة الداخلية وجهت اتهامها إلى نائب محافظة البنك شكيب حبيشي بعرقلة صرف مرتبات منتسبيها فيما يجري الصمت من قبل البنك حيال هذه التطورات والتغاضي عن الهجوم غير المبرر الذي نفذته قوات أمنية تابعة لللواء شلال على البنك والقيام بعملية اعتقال غير قانونية وغير مبررة بحق موظف عام كان يقوم بمهمته في هذا البنك لا يبعد البنك المركزي اليمني وأكثر من كيلومتر تقريبا عن قصر المعاشيق حيث يقيم رئيس الوزراء وعدد محدود من أعضاء حكومته في مهمة رئيسية هي الإشراف على صرف المرتبات ومع ذلك لم يصدر عن رئيس الوزراء أي تصريح أو إجراء حيال أحدث هجوم يتعرض له البنك من جهات أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي ويستهدف في المقام الأول تعطيل صرف المرتبات للآلاف من منتسب وزارة الداخلية في المناطق المحررة على ساحة بنك البنوك والذي ينبغي أن يكون محصنا ومحايدا وتحت أنظار عناصر القوات السعودية تجري تصفية الحسابات بين انقلابي المجلس الانتقالي المدعومين من الإمارات وبين وزارة الداخلية رأس الحرب في مواجهة هذا الانقلاب تغذي هذه المواجهة حالة استقطاب جهوية خطيرة تهدد البيئة المحفوفة بالعنف في المحافظات الجنوبية